السلام عليكم ورحمة الله تعالى أنصار الله بيعلنوا استهداف مباشر لحاملة الطائرات الأمريكية إزنهاور التي تدور وتعمل بالطاقة النووية حور حضرتك الخبر ده وإعلان العميد يحيى سريع لكن في البداية في رسالة تحديداً لأنصار السيسي عارفين حضرتكم إيه هي الحجة اللي لما تتكلم وتقول نساعد إخواتنا في غزة كان دايماً أنصار السيسي بقولك إيه؟ إيه يا عام؟ أنت عايزنا نتدخل نساعد غزة أنت ما تعرفش إن إسرائيل وراها أمريكا أنت ما شفتش حاملة الطائرات الأمريكية إزنهاور اللي جاءت إلى سواحل أراضينا العربية والقرب من مصر وقناة السويس الكلام ده قعد أنصار السيسي طوال الثمن شهور أو السبع شهور الماضية يرددوه علشان يبرروا خبتهم وعمالة السيسي وخيانته وحصاره ومساعدته لإسرائيل وخيانة أهل غزة لكن يوم 5 نوفمبر عام 2023 يعني تقريباً بعد 28 يوم من أحداث الطفان في 7 أكتوبر يوم 5 نوفمبر عبرت حاملة الطائرات الأمريكية التي تعمل بالطاقة النووية من قناة السويس زاهبة إلى سواحل إخواتنا في اليمن لترضع اليمن عن مسندتها لأهل غزة فكان مشهد العبور من قناة السويس لحملة الطائرات الأمريكية بهذا الشكل طبعاً المشهد بتاع عبور المدمرة الأمريكية أو حاملة الطائرات الأمريكية إذن عور من قناة السويس كان ده المبرر الدامغ لكل المنبطحين والمثبتين في مصر وفي السعودية وفي الإمارات أيضاً وفي الأردن سامحونا معلش يا غزة مش هنقدر ندخل قد أتت لنا أمريكا بكل ما تملك بحاملة الطائرات الأمريكية المرعبة إذن أنت بابتشوفهاش خرج أحمد موسى وخرج عمر أديب وخرجت لميس الحديد وخرج كل إعلام الصرف الصحي في مصر علشان يبرر ما هو قادم من خصة وخيانة وندالة ما هو قادم من خصار لأهل غزة ما هو قادم من خيانة سيقوم بها عبد الفتاح السيسي تجاه أهلنا في غزة في الوقت اللي بيشهدوه من إسرائيل خرج الكل يبرر أن احنا مش هنقدر نساعد غزة بسبب حاملة الطائرات الأمريكية المرعبة إذن عور التي تعمل بالطاقة النووية بمدينة عائمة في البحر المتوسط وعبرت من قناة السويس زي ما انت شوفه لكن بعد فترة سبع شهور تقريبا النهاردة اليمن جماعة أنصار الله في اليمن بيعلنوا عن استهداف مباشر الخبر أمام حضراتكم استهداف مباشر لحاملة الطائرات الأمريكية اللي خلت بتوع البابجي اللي خلت حكام العرب يستأنسوا اللي خلت حكام العرب يتبجحوا اللي خلت حكام العرب يبرروا ما هو قادم من خزلان لأهل غزة قالوا لك ما عليش حاملة الطائرات دي جات انت عارف حاملة الطائرات دي تعمل ايه؟ تجيب السيسي بلبوسة من عسلير بتاعه تجيب ابن سلمان وهو لابس بوكسر فقط لغير تجيب ابن زايد وهو مش لابس خالص تجيب ملك البندورة ملك الأردن وهو سلو بط كده سلوتي مليتي كلهم قعدوا يبرروا ان حاملة الطائرات دي ده ممكن تعمل فينا كلنا في العرب ده فيها نووي ده مش فيها نووي فجماعة انصار الله النهاردة بيستهدفوا حاملة الطائرات الامريكية اللي نيمت النظام المصري وجيشه النظام السعودي وجيشه النظام الاماراتي وجيشه ده لو عندها جيش النظام البحريني مملكة البحرين العظمى وجيشها نيمتهم ومعهم ملك البندورة عبدالله الانجليزي على فكرة خرج المستنطعين في السعودية تحديدا وسخروا من الاعلان ده وتقولك يا عم الحج ده صاروخها عدة كده مجاش فيها انت تعرف تعملها ده سؤال اوه طيب الساروخ بتاع الحوصي طلع في شينك وما وصلش جميل جميل رغم ان اللي السهداف كان مباشر جميل انت بقى تعرف تعملها ما تعرفش انت عارف انت لو فكرت وانت قاعد بينك وبين نفسك تعملها عارف اللي هيحصن امريكا مش هتحميكه تاني وانت عارف وانت عارف يعني ابن سلمان امريكا مش هتدوله صق انه بقى ملك انصار السيسي اللي بيتريقه على فكرة الاعلان اللي خرج من جماعة انصار الله في اليمن جميل جدا انت تعرف كنظام مصر تعملها ما تعرفش ازا انت ما عرفش تعملها مع حمدتي ده انت فتحت لهم قناة السويس قلتلهم عدوا امشوا على ظهر السيسي امشوا على خلي السفينة تمر على ظهر السيسي عشان تكتب في يوم الايام في كتب التاريخ ان مصر فتحت بوابة قناة السويس لعبور السفينة الامريكية علشان ترضع اخواتنا في اليمن اللي هم بيساعدوا اخواتنا في غزة المجورين لينا تعرف تعملها ما تعرفش تعملها تبقى تسكت تعرف انت تعمل الخبر او تعلن الاعلان اللي اعلن اليوم من اليمن ما تعرفش تبقى تسكت تبقى تسكت طيب التطورات اللي بتحصل ايه بقى في ظل الاستهداف اللي بيتم عنه لسفينة ازن او حاملة الطائرات الامريكية العملاقة ازن اوار انبالح الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا عملوا غارات على اليمن ارتقى تقريبا 14 او 16 شخص الرد اليمن النهاردة لما يكون على هذه السفينة تحديدا او على حاملة الطائرات العملاقة دي بهذا الشكل فده معناه تطور كبير جدا جدا في مصاري العمل العسكري او في مصرح العمليات العسكرية في البحر الاحمر او في بحر العرب او حتى في المحط الهندي او حتى في اعالي البحار من ناحية البحر المتوسط وشفنا اخواتنا في اليمن لما اعلنوا وقالوا هنروح للمرحلة الرابعة وبالفعل قد راحوا طيب ده معناه انه هاردة ده معناه ان رسالة واضحة للولايات المتحدة الامريكية احنا مش الانظمة العربية وده برجع ويرجعنا مع بعض لجملة قلتها لكم بارح في فيديو كنا مسجلونه مع بعض مش قادر افهم ايه اللي مخلي الجماعات المسلحة في اليمن او في غزة او في غيرها من بعض البلدان بيردوا الصعصعين يحصلوهم غارة يردوا عليها برشاكات صاروخية لايزن هور او لتل ابيب او او غيرها بينما الحكومات العربية والجيوش العربية اللي بتملك عتاد عسكري وعدد افراد ضعف عشرات مئات المرات من هذه الجماعات او من هذه الجماعات المسلحة ما بتردش حتى لو اخدت على افاها ولنا في مصر خير دليل ولنا في السعودية خير دليل ولنا في الاردن خير دليل الانظمة دي يا جماعة عشان تعرفوا الدنيا ماشية زيه هذه الانظمة نشأت بنشأة اسرائيل يعني نشأة النظام العسكري في مصر حصل امتى؟ بعد 48 ب3 4 سنوات 5 سنوات 52 صورة يوليو الدباط الاحرار نظام عسكري صح كده؟ طيب نشأة النظام السعودي كان معروف عبدالعزيز قال سعود قال لك هاتهم المواطنين الابرياء واراضيهم في اراضينا العربية بالخطاب بتاعه الكاملين لسه موجود لغاة الال طب نشأة المملكة الاردنية الهاشمية وابو ملك الاردن ابو ملك الاردن الموجود عبدالله ده الملك الحسين تقريبا حاجة زي كده نشأته وتأسيس المملكة بتاعته كان مقابلها ايه؟ الامن والامان لاسرائيل فلو تيجي تبص لانظمة المحيطة باسرائيل من كل النواحي هذه الانظمة نشأت مع نشأة اسرائيل فبقاها من بقاء اسرائيل وبقاء اسرائيل من بقاءها علشان كده هذه الانظمة بتتمنى لاي احد يكون في مواجهة اسرائيل ان يهزم وتبقى اسرائيل كما هي فبيبقى من الطبيعي جدا جدا انك تشوف بعض المستنطعين والمنبطعين في الانظمة الموالية لاسرائيل النظام المصري كان او السعودي او الاردني او الاماراتي يتشوفوا من اي عمل عسكري يقام ضد اسرائيل يصخروا منه يترياؤوا منه شفنا من اسبوع لما الترياؤوا على رشكات الصرخين اللي راح اتتلق بيب شفنا من اسبوع الترياؤوا على العمليات العسكرية اللي بتحصل في جباليا شفنا من اسبوع لما الترياؤوا على العمليات العسكرية اللي بتحصل في رفح شفنا من اسبوع حتى الترياؤوا على الجندي او مجموعة تلات ربع جنود الاسرائيليين اللي في مخايم جباليا واللي سقطوا في ايد الرجالة اللي في غزة واتخدوا اسرة والكلام ده كل هذه المشاهد بيترياؤوا عليها اللي جان في مصر اللي جان اللي يعني ايز الالكترونية انصار السيسي هم هم نفس الزباب السعودي انصار ابن سلمان هم هم نفس الجراد الالكتروني انصار ابن زايد يعني كلهم بياخدوا نفس المنفستو بيتيجي للانظمة بتاعتهم من اسيادهم في اسرائيل او امريكا بيطبقوها على اللي جان فحتلقوهم دايما يصبتك او ان يحبتك او ان يقلل من عزمتك لكن هذا لا يفل مع الحديد لان يفل مع الرجال في اي مكان سواء في اليمن او في الغزة او في غيره او الكلام ده كله شوفوا جماعة الناس اللي في اليمن او في غزة او حتى في لبنان او اي مكان ما بيبصوش لشوائة اللي جان دول هم عارفين اللي جان دول للاجار وعارفين ان اللي جان دي بطمعق دفاعا عن اسرائيل علشان حاجة واحدة بس لان بقاء انظمتهم من بقاء اسرائيل اليمن بتعلن وبكل قوة ان سفينة وحملة الطائرات الامريكية فخر الصناعات العسكرية في تاريخ امريكا تم استهدفها وبشكل مباشر سلام عليكم